بسم الله الرحمن الرحيم نازم لكم خلف شمري طيب أسنان رئيس قصة مكوعة العدوى ومقيم اعتمد للدايكا و لايكا بسم الله الرحمن الرحيم دايكا بروغرام اوبجيكت أهدف الدايكا وليش احنا مستوين برنامج الدايكا وليش الادار عامل المكوعة العدوى عملوا برنامج الدايكا لأهمية أو التحقق والتأكد من تطبيق معايير مكافعة العدوى على مستوى المشآت الصحية جميعنا يعلم أهمية تقييم المستمر لضبط أو رفع جودة الأداء لمعايير مكافعة العدوى بالتالي الادارة عامة عملت برنامج لتقييم المشآت الصحية بشكل مستمر ويمكن كثير منكم مروا علي هذه اللجانة التقييمية ويمكن صادفهم في المشآت الصحية التأكد من أنه ممارسات مكافعة العدوى في المنشآت الصحية في أفضل حالاتها أو بالطريقة الصحيحة وبعدين والبرنامج أو الزيارة أو الأدت يتم إرساله المنشآت الصحية والتوصيات والملاحظات لتحسينها من قبل المنشآت الصحية وإعادة تقييمها مرة أخرى أهداف الأدت أو ليش الأدت إحنا يتم عمله الأدت can be used to evaluate various aspects of patient care الأدت يتم خلاله قياس مستوى الخدمة بشكل عام المنشآة structure of care تنظيم المنشآ process of care آلية عمل الخدمة the outcome of care نتائج أو الخدمة بشكل عام كيف يتم عملها أو مخرجاتها audit should be transparent and not judgmental الأدت أو أهداف الأدت هي يجب أن تكون شفافة ولا تعود إلى أحكام شخصية هي مبنية على معايير مكتوبة مسبقا من خلالها يتم تقييم المنشآة يعني ما فيها آراء شخصية the aim is to find how we present provision compare with the desired standard this information is used to plan improvement in the surfaces الملاحظات أو التقييم أو الأداء اللي يتم عملها من خلال الأدت هو لتحسين الأداء في داخل عيادة ولتطبيق المعايير بشكل صحيح it's not intended to cause conversion or blame وليست يعني بعض المرات يكون فيه لوم للإدارة للسطاف أو لوم لإدارة في إقسام مكافأة العدوى هذه التوز ليست لللوم هي فقط إنما للتحسين audit should be full cycle الأدت يتم يكون initial audit تقييم أولي ومن ثم يتم إرسال التقرير للمنشأة الصحية أو ليقسم مكافأة العدوى أو للإدارة ويتم خلالها عمل correction plan أو correction change and then re-audit يتم عمل إعادة التقييم مرة أخرى للتأكد من تطبيق هذه والخطة التصحيحية للمنشأة بالتالي نحن نضمن أن يكون في improvement audit cycle identify topic select the standard standard موجودة من الإدارة عامة مكافأة العدوى يتم data collection من خلال زيارة المنشأة الصحية يتم تجميع ال data من خلال المقيمين ومن خلال إدارة عامة مكافأة العدوى يتم data analysis تحليل الزيارة وتحليل ال report إرسال الملاحظات للمنشأة الصحية بعدين يرسلوا ال action plan بعدين يتم عمل re-audit في المرة الأخرى للتأكد من تطبيق ال action plan بالتالي نضمن أن المنشأة الصحية حسنت من أدائها وكان في improvement في الأداء Infection Control Audit Program is a systemic comprehensive assessment of infection prevention and control program at all health care facilities that ensure high quality of performance and outcomes هو عملية منظمة ومحددة مسبقا يتم من خلالها تقييم المنشأة الصحية حسب المعايير المحددة للتأكد من رفع مستوى الأداء أو رفع مستوى أو تطبيق المعايير بشكل صحيح لمنشأة الصحية main aim هدف الأدت لماذا تم عمل أدت أو ليش إحنا كإدار عام وعملت أدت أو عملت برنامج خاص لبراكز الأسنان إيش الهدف منه to making database with continuous update that help to enhance safety of patient and health care worker للتأكد من سلامة المرضى وللتأكد من سلامة health care worker to reduce cost of health care associated infection إحنا من خلال تطبيق هذه المعايير تضمن لنا بإذن الله أنه سلامة المريض وسلامة الممارس الصحي هي أولوية عالية ونستطيع الحصول عليها من خلال تطبيق هذه المعايير أيضا reduce cost للhealth care associated infection تم عارفين health care associated infection أو أي إصابات أو infection من خلال المشيات الصحية تتطلب تكاليف تشغيلية عالية أو تكاليف علاجية عالية بالتالي تطبيق هذه المعايير يضمن لنا تقليل التكاليف هذه أهداف مخصصة للبرنامج to check how current observed practices in the facilities or clinical area compares with accepted best practices or standard of care للتأكد من الممارسات الحقيقية في المشيات الصحية تتطابق مع التوصيات أو الstandard أو معايير المطلوبة to develop a corrective plan for improvement لإنشاء خطة تصحيحية بعد الزيارة أو بعد الملاحظات لتطوير العمل to send report to health care institute with a specific recommendation of how to improve practice يتم إرسال الملاحظات للمشيات الصحية مع التوصيات المطلوبة لتحسين الأداة وتحسين المخرجات to monitor to monitor the action plan of recommendation لتطبيق هذه التوصيات في المشيات الصحية then to re-audit to demonstrate improvement to next visit للتأكد من تطبيق هذه المعايير في زيارة الأخرى أو في زيارة تقييمية الثانية للمنشأة الصحية وهذا دائما نوصي الممارسين المكافحة العدوة إذا كان معنا ممارسين المكافحة العدوة في المنشآت الصحية أو في مركز الأسنان دائما الاهتمام في الaction plan وتطبيقها على أرض الواقع وفي حال مثلا وجهة صعوبة في تطبيق الaction plan بين المكان التواصل معنا وإحنا إن شاء الله نكون نساعد المنشآت الصحية في كيفية تطبيق الaction plan للمنشآت الصحية فهي أمان يعني بعض المنشآت يكون فيها فقط إجراء روتيني ورد والمفروض أنه يكون فيها إجراء رد وتطبيق هذا الرد على أرض الواقع ويتم تقييم الرد من خلال الزيارة الأخرى standard دائما كstandard تتكلم عن الhospital أنا هنا حطيتها طبعا في كاتوبكس أو كstandard باختصار تتكلم عن الhospital leadership أو الdenta center leadership اللي هي يعني دعم الإداري للمنشآة و ثانيا الinfection control department واللي هي من خلالها نقيم الinfection control department و مؤهلات الinfection control department وقائد الinfection control department والرقم الثلاثة الinfection control committee هل المنشآة الصحية تعمل الكميتي حسب المعايير المطلوبة أو لا infection control program هل المنشآة الصحية لديها برنامج infection control متطابق مع scope of service infection control الانوال بلان هل المنشآة الصحية لها عندها infection control الانوال بلان وخطة سنوية عن الرسك ومن الرسك وكيف يتقليل الرسك مثلا الإصابات المهنية ستة infection control manual policy and procedure هل المنشآة الصحية عندها policy and procedure وهذا نقطة مهمة دائما يعني نوصي المنشآة الصحية يجب أن يكون لدى المنشآة الصحية updated policy and procedure وهذا إذا كان المنشآة الصحية ما فيها policy and procedure فجميع ما يعمل من بعده أعتقد يكون فيه خلل فأعني أوصي المسؤولين عن مكافحة العدوى بالحرص على تجهيز أو توفير policy and procedure بتكون updated للمنشآة الصحية حسب scope of service infection control education and training وهذا أمر مهم جدا أي infection control عمل infection control لا يوجد في education ولا يوجد فيه training مستمر بالتالي عمل infection control يعتبر فيه خلل كبير لازم يكون هناك آلية واضحة وعمل واضح وطوبكس واضحة للinfection control education and training ويشمل جميع من في المنشآة الصحية سواء healthcare worker سواء administrative وسواء visitors سواء patient يجب أن يكون فيه education للجميع عندنا برضو معيار الhand hygiene كآلية تطبيق الhand hygiene وآلية توفر supplies للhand hygiene فهذه يجب أن يكون لها اهتمام بالغ أنتم عارفين الhand hygiene هو first line of defense against infection personal فيه برضو standard عن personal protective equipment يكون فيها مدى توفر البي بي بي طريقة تسخدام البي بي بطريقة صحيحة وطريقة متابعتها وطريقة التخلص منها فهذه من الأشياء المهمة في الstandard برضو فيها عن الstandard عن employee health program يجب أن يكون لدى المنشآة آلية واضحة لتحصين الموظفين أو برنامج الinfection control والموظفين ابتداء من التوظيف إلى الإصابات المهنية إلى الفحص الدوري يجب أنها تكون موجودة من خلال السياسات والإجراءات وتكون جميع الإجراءات التي تمت على الموظفين عندنا برضو standard يتكلم عن house keeping and hospital environment لازم يكون فيه آلية واضحة لتدريب الموظفين لل house keeping وآلية اختيار المنتجات تبع hospital environment والتدريب الموظفين أو عموال النظافة على آلية تخفيف أو استخدام المحلي التنظيف لأنه من الأشياء التي نواجهها في الموجات الصحية أنه تنظيف أو أنه تحليل أو تخفيف الأدوات يكون بطريقة خاطئة بالتالي يجب أنه يكون فيه تخفيف بالطريقة الصحيحة حسب المنوفاكتشر المنوفاكتشر تخلص من الميديكال ويست واليتها ميديكال دي بارتين ستور لازم يكون فيه بروسي وبرسيجي من خلاله يتم قياس مدى درجة حرارة بشكل يومي ارتفاع الأرخف عن الأرض وارتفاع الأرخف ونزول الأرخف عن الأسقف وبعدها عن الجدار لازم يكون لها معايير معينة هذا لازم تكون مكتوبة ولازم مكافحة العدوى أو قسم مكافحة العدوى يتم متابعتها بشكل دوري أي عمليات إجراء صيانة أو تصليح جوا أو داخل المنشأة الصحية يجب لمكافحة العدوى يكون له دور أساسي فيها وهذه لها استياسات وإجراءات ويجب أن تتوفر في المنشأة الصحية وإحنا كمقيمين برضو أن نتم عمل تقييم لهذا الموضوع ونتأكد من إجراءات مكافحة العدوى تتم من خلال أعمال الصيانة برضو رسبايراتور حيجين يعني يكون فيها آلية واضحة للزوار أو لديهم أعراض رسبايراتوري لازم يكون لهم آلية واضحة معينة من خلال مثلا حماية المرضى أو ارتداء الفيس ماسك أو مثلا علاج لحالات الطارئة وتأجيل حالات غير طارئة الشارب سيفتي لازم يكون فيه تدريب مستمر ومخصص للشارب سيفتي وإذن هالكاير فاسيليتي يكون فيه ترينيك كونتينيوست ترينيك رقاردين الشارب سيفتي برضو من الستاندرد المطلوبة أو استاندرد يتم التقييم عليها انسترومنت ري بروسسينج نتأكد من أنه انسترومنت يتم إرسالها للتعقيم أو اقسام التعقيم بشكل مستمر ولا يتم عمل أي تعقيم داخل العيادة وهذه من الأشياء اللي يتم ملاحظاتها أنه يتم في بعض عمليات التعقيم زي مثلا الكلينيك يتم عملها داخل العيادة وهذا إجراء خاطئ جميع عمليات التعقيم أو التنظيف أو التطهير يتم عملها في اقسام التعقيم دينتاليونت واترلاين لازم يكون فيه آلية ووليسية واضح لمنشآة صحية في تعقيم خطوط المياه سواء تعقيم اليومي أو التعقيم الأسبوعي وفي نقطة مهمة دائما نحن نواجهها في المنشآة الصحية يجب التفرقة بين السكشن كلينينج وواترلاين كلينينج السكشن هو فقط المختص بشفط السوائل بينما الواترلاين تريتمينج هو خطوط المياه داخل الكرسي أو الخطوط اللي يتوصل المياه للهاند بيس واللي يتوصل المياه للسبري هذا لازم يكون يتم تطهيره وتعقيمه من خال المحليل المحتمدة والمطلوبة مثل ما تعرفون فيه السبوعي وفيه يومي يتم عمله بشكل دوري كما أنه أيضا للسكشن فيه اليومي والاسبوي بالإضافة إلى خطوط المياه يتم عمل تحليل البكتيري لها بشكل سمي أنيوالي أو مرتين في السنة بير يونت لكل عيادة السنة يتم عمل تحليل مياه لها فمتى ما كانت اليونت نتيجتها أقل من كولوني فورمين يونت بير ميلي ليتر تكون متى ما كانت أعلى لها هناك يعني إجراء آخر لليونت يتم إعادة آلية العيادة في حال تلوث العيادة أو في حال كانت العيادة أكثر من 500 كولوني فورمين يونت يتم إعادة التحليل أو إعادة أخذ العينة والتأكد من أخذ العينة بالطريقة الصحيحة لأنه بعض المرات يكون الانفكشن أو يكون الطريقة تأخذ العينة غير صحيح بالتالي يكون عندنا بكتيريا يتم عادة تأخذ العينة بالطريقة الصحيحة عن طريق ستيرايل بوتول ستيرايل غلابز ويكون فلوش لليونت 2 منت نأخذ العينة في البوتول لليكون البوتول ستيرايل والغلابز أيضا ستيرايل ويتم إغلاق اليونت ويتم إغلاق البوتول وإرسالها مباشرة لعمل التحليل اللازم إذا كانت النتيجة مرة أخرى يعني النتيجة الثانية أيضا بوزيتف يتم عمل شوك تريتمينت شوك تريتمينت اللي هو بليتش أو كلور يتم تطهير اليونت من نفس الواتر لاين بعض اليونت يكون فيها بوتول خارجي البوتول خارجي يتم وضع المادة فيه بتخفيف المطلوب أو بتركيز المطلوب بعدين نسوي الواتر داخل اليونت وبعدين نعيد العينة مرة ثالثة إذا كانت العينة مرة ثالثة بعد العلاج أو بعد تريتم بوزيتف هنا يتم إيقاف العيادة ويتم التواصل مع الصيانة الطبية لعمل الإجراءات اللازمة هذه من الأشياء اللي دائما نحن نواجهها في 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 عيادة الأسنان كانت النتيجة أكثر من 500 إيش الإجراء المطلوب فبالتالي نختصر على هذا الموضوع أنه أول شيء نأخذ العينة كانت العينة بوزيتف أكثر من 500 يتم إعادة أخذ العينة بالطريقة الصحيحة التأكد منها بالطريقة الصحيحة إذا كانت بوزيتف يتم عمل شوك تريتمينت اليونت من خلال الكلور أو من خلال البليج ويتم أخذ عينة وتنظيف العيادة ويتم أخذ عينة وإذا كانت المرة الثالثة بوزيتف يتم يقاف العيادة والتواصل مع الصيانة الطبية لعمل الإجراءات اللازمة دمت الراديوغراف هذا أحد المعايير التأكد منه دمت الراديوغراف يتم عمل الراديوغراف بطريقة صحيحة يتم أخذ الاحتياطات اللازمة يتم لبس البي بي يتم حماية الديجيتال بليت يتم تغطيته ويتم تطهير يدين بطريقة صحيحة هذه برضو من أشياء اللي يتم التأكد منها وأيضا الدينت اللاب التأكد من الإمبريشن أنها تصل مغلفة ومطهرة بالمحلول المناسب قبل الاستلام التأكد من لبس الموظفين البي بي اللازم التأكد من تطهير الأدوات التأكد من استخدام وسائل السلامة بشكل كامل هذا بشكل عام الستاندر اللي إحنا كايدان عام وكاعدوى يتم تقييم مراكز صحية عليها بشكل مستمر ويمكن أغلب الزومل أو الزميلات في مراكز صحية أو في مراكز الأسنان اجدتهم هذه الزيارات ويعني هم على يعني علم فيها عالية الأدوات الأدوات بشكل عام بشكل عام بشكل عام اللي هي الابزرفيشن والستاف انتربيو ديكمنتيشن بيرسونال فايل ميديكا ريكورد ابزرفيشن مثلا أنه مثلا نطلب من الممارسة الصحية عمل هذا يجيين بالطريقة الصحيحة في الوقت الصحيح هذا نقيم من خلال الابزرفيشن إذا عمل بطريقة صحيحة يكون فالليمت ستاف انتربيو لنسأل الموظفين بعض المرات أو مثلا الاسستانت كيف أنا سوي ديس انفكت اليونت كيف سوي ديس انفكت للبنش كيف ألبس البيبي هذه مثلا الستاف انتربيو ديكمنتيشن أو ديكمنت تربيو نتاكد مثلا من تحليل المياه مثلا عندنا بعض الإصابات المهنية للموظفين نتأكد ان الموظف عمل التحليل اللازمة من خلال وعمل اللازم وعط الدرجات لكل المعيار من خلال أربع مراحب وأربع سكورز الثانين يكون متما كان الستاندر مطبق بشكل كامل يعطى fully compliant أو partially compliant جزئي أو non compliant أو غير مطبق أو non applicable أو لا يتم تطبيقه في المنشئة الصحية مثلا خلينا نقول منشئة صحية ما فيها مختبر أو معمل أسنان فنحط non applicable non met أو صفر list than 50 compliance إذا كان الستاندر مطبق أقل من 50% يعطى non met إذا كان مطبق من 50% إلى أقل من 8% partially met إذا كان 2% من 8% وأعلى يكون fully met و not applicable cannot be applied each substandard has different weight according to following risk assessment criteria كل standard له weight أو له وزن على مدى خطورته على المريض أو على الممارسة الصحية عندنا critical و high و medium إذا كان والله standard immediate to treat the patient or staff safety هذا يكون critical مثل مثلا التعامل مع العبر أو التعامل مع الشار هذا critical إذا كان highly affected the integrity and the function of the infection control program و medium إذا كان affecting the integrity or functional of infection control program أهداف أو الأوات كمز البرنامج أو الدائك program الأوات كمز أن the overall score of the healthcare facilities is calculated using only the score of all applicable substandard healthcare facility receive the report by official email بعد التقييم يتم رسال email بشكل رسمي للمشاة الصحية healthcare facility must submit corrective action plan for all substandard that scored 0 or 1 يجب على المشاة الصحية أو قسم مكافحة العدوى في المشاة الصحية تسليم خطة تصحيحية لجميع الstandard أو substandard التي كانت درجتها 0 أو 1 وتطبيقها بتطبيق الcorrection plan على أرض الواقع لإعادة تقييمها في الزيارة القادمة أو حين تقريبا خلصنا المحاضرة التي كانت حقيقة مختصرة ولا أريد أن نطول عليكم على نهاية الدورة عندي سؤال بسيط أنه الجميع implementation infection control standards is responsibility of تطبيق معايير مكافحة العدوى هي مسؤولية infection control team only administration only dental assistance only dentist only all of the above من 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 المسؤول عن تطبيق معايير مكافحة العدوى في المنشآة الصحية إذا كان حال يقدر يجاوب ما أدري إذا كان الأشياء تم قفل عموما هذه من الأشياء التي نحن نلاحظها أنه الجواب الصحيح all of the above جميع الممارسين الصحيين في المنشآة الصحية سواء إدارة سواء ممارسين الصحيين سواء أقسام مكافحة العدوى سواء أقسام تعقيم سواء عمال النظافة جميعهم مسؤولين عن تطبيق معايير مكافحة العدوى بالتالي نحن معظم المنشآة الصحية لما نجيهم يقول كل الله هذا من مسؤولية مسؤولية مكافحة العدوى وهذا فكر أو فهم خاطئ مكافحة العدوى هي مسؤولية جميع الممارسين الصحيين في المنشآة الصحية وحقيقة إحنا برنامج الدايكة يتم عمل لمراكز الأسنان هو الهدف منه تطوير وتحسين مخرجات مكافحة العدوى وتحسين قابلية المنشآة الصحية لتطوير نفسها بتطبيق معايير مكافحة العدوى بشكل مستمر وأنا حقيقة أنصح لجميع المنشآة الصحية أنه لا يعتمدون اعتماد كامل على ينتظرون زيارة خارجية لعمل تقييم المنشآة الصحية أنا دائما أقول للمرسين المكافحة العدوى أو أقسام المكافحة العدوى لازم يكون عندك للمنشآة الصحية أنت لازم تقييم نفسك وتعرف أنت وين رايح وتعرف أيش المشاكل اللي عندك بحيث أنه تستبق المشاكل اللي عندك تلاحظ في مثلا مشكلة بدأت تظهر في منطقة معينة تلاحظ أنه تدريب في منطقة معينة إذا كان في سؤال عن هذه المحاضرة أو عن أي موضوع ويخص مراكز الأسنان في مكافحة العدوى فالله حييكم ونجهز لاستقبل أسئلة ومحاضرة لنا اليوم المرجع حقها هو والغايدلاين هو موجود في موقع الجيدي آي بي سي للاطلاع عليه وشكرا جزيلا لجميع يا ذك العافية دكتور خلف أتوقع أن التفاعل الفعلي لهذا المحاضرة هو تطبيقها على أرض الواقع وأن يحرصون دائما على أن تكون المعايير مطبقة وتكون أو أن متابعة للأكشن كل ستة شهر يعطيك العافية عندنا كم سؤال جميع أسألتهم تقريبا عن الكواليتي ووتر 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 بكتيريولوجي ووتر أفضل ووتر عندما ت業ع الشر أبز ضع بكتيري WiFi ويشكر . هناك بعض التي تأتي رئيسة من الفعوز الإخوز الفعاع تحدي أياً وآ franchتor وكانت اليونت نفسها positive معناته ما بين اليونت وما بين الكرسي الأسنان في مشكلة أو في contamination مثلا قد يكون بالتمديدات أو قد يكون في الواتر لاين أو خطوط كرسي الأسنان نفسه إحنا الإجراءة اللي نعمله أول شيء نعمل فحص اليونت نتأكد منه أنها negative إذا كانت positive أول مرة يتم إعادة يتم إعادة الاختبار مرة أخرى إذا كانت مرة ثانية أيضا positive نعمل shock treatment عن طريق product معينة انفكشكوترول اللي هما عارفين ويعني في الكلور وبعدين يتم أخذ العينة الثالثة إذا كانت العينة الثالثة positive أكثر من 500 يتم إيقاف العيادة ويتم إبلاغا للصيانة الطبية اللي يتخذ إجراءات لازمة سواء من خلال تنظيف الخزانات أو وضع المطهرات أو المطهرات اللازمة لخطوط المياه في المنشئة الصحية نفسها سؤال الثاني سؤال الثاني what's the best action to make sure that the dental chair wheelchair is safety إذا كانت a new dental chair هو نفسها إنهم يأخذون كيف عملية التحليل لا هي تقصد إنه إذا كانت العيادة جديدة وينستول نيو نيو دنتل نيو دنتل تشير نيو نيو جديدة يجب إنه الشركة اللي تنزل العيادة أو الشركة اللي تشغل العيادة تشغلوا بالطريقة الصحيحة بالتالي إحنا نأخذ عينة من الواتر لائن تبع العيادة من 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 واتر سيرينج ونرسل العينة للمختبر تأكد إنها ما فيها ما فيها بكتيريا بالتالي تعمل العيادة مباشرة إجراء طبيعي سواء جديدة أو سواء غير جديدة هذه تم جراء في كل العيادات حتى يكون نفس الوضع لما يبدأون نفحصونها هي شهرين ولا كل ستة شهر دكتور كل عيادة كل عيادة باي أني ولي أو سيمي أني ولي كل عيادة حسب المعايير المعتمدة صادرة من إدارة عامة وكتعدوة كل عيادة سنة يتم عمل مرتين بالسنة لكن خلنا نقول مثلا في بعض مركز لسنة عندهم ثلاثين عيادة هو يختار خمسة عشر عيادة عفوا ثلاثين عيادة خلال ستة شهور يجدولهم وثلاثين عيادة مرة أخرى خلال ستة شهور يجدولهم يعني خلنا نقول والله شهر هذا سبع أو ثمان عيادات وشهر جاي سبع عيادات سبع عيادات سبع عيادات الله يعطيك العافية شكرا